موسيقى صباح الخير من جديد بتستعد أورنج الأردن لإطلاق أكاديمية خاصة في البرمجة قديش ممكن تكون فرصة مهمة للشباب للتعلم للغة البرمجة شباب طبعا وشابات أيضا بتساعدهم لإيجاد فرص عمل بقطاع تكنولوجيا وهناك فرصة واضحة أيضا للعمر من 18 إلى 30 بتحسين مهاراتهم في هذا القطاع تحديدا نرحب بالمهندسة رنا دبابني مديرة إدارة العلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية والاتصال أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا أهلا فيك باش مهندسة رنا خلينا بداية نحكي عن هذا المشروع وشو الأهداف منه صباح الخير مرة ثانية للمشاهدين مشروع هو نابع من المسؤولية الاجتماعية لشركة أورنج الأردن لأنه منركز على فئة الشباب منعرف هي الشباب بشكله أكثر من 60 أو 70% من المجتمع الأردني فبالتالي هم القادرين على بناء مستقبل أحسن ومنحب نركز على الأشياء الرقمية كونه شريك الرقمي في الأردن لقينا هذا المشروع كتير مناسب أنه ندعم تطوير مهارات شباب من عمر وشابات طبعا من عمر 18 إلى 30 سنة مش ضروري يكون في شهادة توجيهي حتى يمكنوا حالهم يتعلموا لغات برمجة عشان هي اسمها أكاديمية برمجة جميل في الأون الأخير إذا عم نسمع عن موضوع العمل وفرص العمل عم بتم التركيز على مصطلح كتير مهم نوضحه ونوضفه كمان بحياتنا عند الشباب هو التدريب من أجل التشغيل شو نقصد فيه وقديش أيضا أنتوا بأورنج ومن خلال هالأكاديمية معنيين بالأمر طبعا هي استراتيجية وطنية وإحنا كشركة وطنية لازم ندعم هذا التوجه لأنه اللي عم بيصير إنه مش كل الخارجين بشكل عام عم بيكونوا جاهزين ومتسلحين بالمهارات اللازمة حتى يكونوا قادرين يأخذوا بسوق العمل بطريقة خلينا نحكي فعالة نعم فبالتالي إحنا حابين من خلال الأكاديمية مش بس لغات برمجة رح يكون فيه دورات برضو لبناء الشخصية لكيف يقدموا مقابلات كيف بدك تكتب السيرة الذاتية فرحكونوا متسلحين بكل خلينا نحكي الأدوات اللي رح تتأهلهم إنه يكونوا جاهزين لسوق العمل هذا مهم يعني مش بس برمجة إحنا يعني بنعطيهم الأساسيات ليدخلوا سوق العمل صح بدنا نسلحهم قبل ما يروحوا سوق العمل مئة طب هل الأكاديمية هاي رح توفر فرص عمل للشباب سؤال كتير مهم إن شاء الله هلأ إحنا كشركة أرنج رح نعمل جهدنا زي ما حكينا أول فوش خمسين شب وصبية رح نعمل جهدنا يكونوا نوظف قد ما بنقدر بس بنحاول كمان نشبك مع شركاء بالمجتمع حتى يتوظف فيهم نعرف كل التوجه رقمي نعم قطاع الاي سي تي اللي هو تكنولوجيا المعلومات عن بين مو 25% سنة عن سنة فبالتالي كتير رح يكون في فرص قادمة فإحنا منتمنى إنه كمان عبيل ما نطلق ويتخرجوا الشباب مش بس شركة أرنج الأردن يكون عندها فرصة تشغل يكون في عنا شركة نضمن إنه الشباب والصبايا اللي عم بتخرجوا ويكملوا فيها تمام حلو دائما الشباب الأردن اللي للأسف في ظل الأوضاع الاقتصادي اللي نحكي عنها كتير متعطش لأي فرصة اللي بسمع هذا الكلام كيف ممكن يتواصل مع الأكاديمية الأكاديمية مفتوح بوابها لمين بالزبط؟ طبعا لازم ننوه إنه منحب كل شباب والصبايا أدموا إذا في حدا مهتم أكتر اللغات اللي حتكون بأول مرة إشي اسمه جافا سكريبت وبايثن برضو درسنا موضوع اللغات إنه يكون فيه إشي مطلوب بالسوق الموضوع كتير سهل حتى لو ما بعرفوا لغات برمجة من قبل بس بدنا مستوى بسيط من الإنجليزي حتى يقدروا يكملوا بلغات البرمجة وبندعو لكل اليوم يقدموا على موقع أورنج دو جو بلاقوا كودينج أكاديمي بلاقوها بالعربي بالإنجليزي بأكاديمية البرمجة وبقدموا الموعد النهائي بعشرة ثلاثة فمندعو لكل الشباب والصبايا إنهم يقدموا طيب يحكي لنا أكتر عن دعم أورنج للشباب إحنا طبعا فخورين جدا إنه هذا المشروع عم بيتوج كل المشاريع اللي سويناها قبل لأنه إحنا من آمن إنه هاي الفئة زي ما حكينا هي بتشكل المجتمع جزء كتير كبير من المجتمع إحنا عم نآمن لأنه عم نشوف أكتر وأكتر إنه إذا الشباب والمواهب هاي تسلحت بما تحتاج عنجد رح يكون الكل مرتاح لقدام إحنا عم نعاني من نسبة بطالة 18.6% حسب الإحصاءات العامة وهذا رقم كلنا شركات وأفراد مقلق شوي فبالتالي الأكاديمية إحنا صراحة استفدنا من تجارب شريكنا اسمهم سيمبلون دوت كوم إذا حدا بحب يعرف عنهم أطلقوا هاي الأكاديمية ب15 دولة فبالتالي حسين نسب النجاح للموضوع كتير عالية بدي أنوه إشي كتير مهم الأكاديمية مجانا مجانية تماما فبالتالي إذا الحدا لا يدفعوا رسوم نهائيا المدة ستة شهر لازم شوي يتفرغوا لأنه الدوام من الثمانية إلى الخمسة بتخيل رح نرجع بعد لما يتخرجوا من هون لستة أو الثمانة شهر يكون فيه قصص نجاح إن شاء الله طالع من الموضوع إن شاء الله لازم يكون مخلص توجيهة أو ناجح توجيهة عم تشترتو هالنوع من المعيير عنا كمان شغف الصراحة إنه تكون الأكاديمية فرصة حالو هاي يعني إحنا من آمن إنه يمكن ما في شيء موضوع أبدا ومنعرف فيه قصص نجاح محلية وعالمية طلعت من حتى لو كان أكاديميا أولها ما حالة في الحظ ممكن فرصة زي هاي تفتح له كتير بواب فبالتالي هي تعطي فرصة ثانية برضو للأشخاص اللي ما زبط معاهم بتوجيهة قدي العدد اللي راح تقبلوه خمسين أول فوج إن شاء الله منتأمل بعد الأفواج اللي جاي نكمل حاس إنه في إقبال كبير لهلا الحمدلله بس بدنا كمان إحنا بعد الطلب راح يكون في مقابلة شخصية فكل الموضوع مش مش كتير صعب وبس بدي أناوح كمان إنه هي بالعبدالي موقعها بالعبدالي تم اختيار المنطقة حتى تكون مركز بالزبط والمواصلات العامة كمان موجودة برضو في بوريكينج يعني كلهم مجهزة حيكون إن شاء الله المبنى يعني الكل عم بشجع حتى يعني مختلف الوزراء التربية اللي مروا إنه خلينا إحنا نبعد شوي عن تخصصات الأكاديمية نتجه للتعليم التقني إن شاء الله يا رب إنه يكون في هيك ردة فعل حلوة من خلال بعد ستة شهر نلمسها على أرض الواقع إن شاء الله منذكر إذن حتى أنت ذكرت شيء مهم اللغة الإنجليزية تعتبر مرات زي عقدة عند الطلبة أنت بتحكي المستوى الأدنى مضحوط يعني مستوى بسيط يقدروا يتعامل فيه مع اللغات البرمجة فمش كتير لازم شيك سبيري يعني لإشي بصيط نتذكر بس بالويب سايت للتسجيل هو www.orange.jo بيلاقوا يا أما بكتبوا سلاش كودينج أكاديمي يا أما بس يدخلوا على orange.jo بقداروا يلاقوا اللينك شكرا إليك و شكرا إلكم شكرا على التعام شكرا شكرا لحضورك بمعنا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة